اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بطوات التنس العالمية نفس في المجال المغامرة الجران سلام تعتبر يعني من اكبر التحديات اللي موجودة في المجال ده وهي تسلق قمة جبل افرست واعلى جبل في كل قارة اللي هما السبع قمم قمم السبع زائد التزلق للقطب الشمالي والقطب الجنوبية ده كان مشهور يمكن ابتدى في حوالي اقصى 195 بحلم طلوع جبل افرست اللي عملته في 2007 ومن وقتها اخذ 8 سنين ان انا نقدر اخلص المجموعة دي من التحديات طيب لو اتكلمنا عن التفاصيل المتعلقة بالمجموعة دي يعني ايه الهدف منها او بيحصل فيها ايه مش اقول متسابق بقى لكن كم حد كان بشارك فيها طبعا هو يعني تسلق الجبال دي ما هيش رياضة هي من ايام يعني من اول البشر ما تخلقوا على الكوكب الارض عشان عايزين يروحوا من مكان لمكان لازم يعدوا في وسط الجبال في وسط طبيعة في وسط الكلام ده فالانسان نفسه عنده غريزة جواه انه هو دايما بيحاول انه هو يتخطر عقابات اللي هي الطبيعة بتحطها قدامه المجموعة دي من التحديات اللي هي الجران اسلام هي بتجمع من اصعب التحديات في مجال تسلق الجبال ووصول للقطبين اللي هو يعني اقصى شماله اقصى جنوب الكرة الارضية في مجموعة معينة من التحديات دي قدر انه هو يعملها 33 واحد في التاريخ فليها مكانة معينة في مجال المغامرة او مجال الاكتشاف اعلى قمم في العالم بنتكلم سبع قمم اعلى جبل على كل قارة سبع قارات في العالم اعلى جبل في كل قارة زائد التزلج للقطب الشمالي وقطب الجنوب الظروف المحيطة بالشغل ده او بالتحدي ده لاي مدى بتبقى بتمثل صعوبة او ان الواحد يبقى عايز يثبت نفسه او يثبت حاجة معينة يعني ايه اللي خليك تاخد الخطوة دي يا عمر طبعا قبل الموضوع بيبتلي في الاول بيبقى هدف شخصي بيبقى الواحد عاوز يثبت لي نفسه حاجة انا يمكن عندي 11 سنة كان عندي رابو كنت تبعاني صحيا من حاجات كتير جدا طبعا في وصولي قمة جبل افرست اللي هي تقريبا فيها اقل من تلت كمينة اكسجين الكلام ده من 87 سنين تقريبا مش كده في 2007 ان انا قدر اوصل على نقطة في العالم اللي هي تقريبا ما فيهاش اكسجين خالص ده كان بالنسبة لي تحدي او يمكن تغلب على المرض اللي كان عندي او انا صغير بدأت بكده وطبعا كان فيه احساس ان انا كنت عاوز بقى اول مصر يعمل ده دي كانت بالنسبة لي اضافة لبلدية حسنا بيعمل حاجة لمصر يمكن الموضوع تطور بعد كده كملت معاك بقى كلمت بعد كده ان بعد ما رجعت من قمة جبل افرست ابتدت ادي محاضرات في المدارس والجماعات مش بس في القاهرة بس في محافظات تانية ولقيت فعلا ان فيه تجاوب من ناحية الشباب ان القصة بالرغم ان هي بعيدة عن خيالنا كمصريين ان هي في وسط جبال واماكن يمكن احنا مش متعودين عليها الا انها يمكن بتجسم مشاكل كتير جدا بتواجه اي انسان لان اي انسان عنده اي تحدي عنده اي حلم هو زي طلوع الجبل لانه بيعدي بتحديات كتير جدا عشان يقدر يوصل الهدف ده وانه هيحققه فلاقيت ان انا قصة دي بتدي حافظ للشباب بشكل معين فده داني حافظ اكتر ان انا كمل واشوف انا اقدر اروح لحد فين يعني اقصى مدى اقدر اوصل له في النوع ده من المغامرة او التحديات قلت لي في مصر يعني اتكلمت مع الشباب او درست ليهم او حاجة زي كده لأي مدى حازات ان فيه تجاوب انه والله احنا ما عندناش الرياضة دي قوي يعني حتى لما حصل لو تفتكر طبعا الحادثة بتاعت سانت كاترين والشباب اللي تسلقوا هناك ولا فيه امكانيات ولا فيه احتياطات ولا يعني الثقافة دي اصلا مش موجودة هي يمكن الثقافة مش موجودة لكن هي كانت موجودة زمان يعني احنا يمكن العرب كانوا من اول الشعوب والحضارات اللي قدرت انها تكتشف اجزاء كتيرة جدا من العالم فيه ابن بطوطة فيه غيرهم كتير جدا حتى البشاوات في مصر من ايام من عشرات السنين كان لهم برضو بيع طويل في اكتشاف سحاري كتير جدا في مصر والاماكن كتير جدا دلوقتي هي ماكن محمية في مصر اه محميات طبعية تحولت مظبوط زي ما قلت حررتك الاول المجال ده يعني حاجة قديمة جدا من اول من اول التاريخ ما هياش بل زي الفرصة عندنا في مصر فين؟ طبعا فيه يعني فيه غير الشق اللي هو التحفيزي اللي انا اتكلمت عليه سياحة المغامرة عمتا في مصر بكل المحميات الطبيعية اللي موجودة عندنا في مصر دي مش موجود عندنا كل الامكانيات اللي ممكن تخلي القطاع ده من السياحة قطاع كبير جدا وانا بشتغل في مجال السياحة فده بكلم عن انت ممكن تجيب الاجانب يعملوا ده لكن كمصريين ده ده اتنين المصريين هم يعملوا ده 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 بيتم بالفعل يعني احنا بقالنا الشركة اللي احنا بشتغل فيها بقالنا ست سنين بنعمل ده وفيه قبل كبير جدا مش بس من مصر بس من دورة عربية مختلفة وكلام من ده لكن طبعا عشان نقدر ان احنا نوصل ده للعالم الخارجي وهو المجال سياحة المغامرة أو سياحة المستدامة اللي هي بتبقى بغلب عليها الاحتكاك بالطبيعة وكلامنا كله فين في مصر نقدر نعمل ده؟ في اماكن كتير جدا يعني طبعا الجزئية بتاعت سينة كلها فيها جبال كتير جدا ودي طبعا يعني في غاية الجمال عندك الجنوب بقى من اول يعني الاماكن السحرية اللي احنا عارفينها كلها لحد مرسى على تحت خالص لحد حدود السودان فيه الصحراء البيضاء والصحراء السوداء يعني فيها مكان كتير جدا وفيها حتى قريب من يعني حتى للناس اللي عايشة في القاهرة فيه محمية ودي دجلة دي ورا المعادي يمكن ناس كتير جدا ما تعرفهاش طبعا الناس اللي تعرف دجلة نادي لكن فيه وراها محمية ودي دجلة ده مكان يمكن طوله حوالي 12 كيلو لما واحد يدخلي فيه خمس دقائق عشر دقائق تحس ان انت يعني خارج القاهرة تمام من مكان فيه مكان جبلي وفيه صحراء وفيه طبيعة جميلة جدا وانا اعتقد ان قرب الانسان من الطبيعة دي حاجة مهمة جدا يعني الانسان اصلا اتخلق البشر اتخلقه في الارض لكن لما من يعيشين في المدينة ما يبقاش عندنا احتكاك بالارض لان كل حاجة اسمنته واسفلته وكلام من ده وبتاع فالانسان نفسه بيبتدي فيه حاجة تنقص فيه ويبتدي ان هو يبقى متوتر يبتدي ان هو يبقى بتضيق بسرعة يبتدي ان هو طاقته مش متزنة كل الكلام ده فلما الانسان بيروح ويحتك تاني بالطبيعة بيحصل الوصلة دي وبيبتدي يحس براحة نفسية ويحنا يمكن الناس بتروح البحر تستجم بتفتكر انها بتستجم عشان ما بتعملش مجهود وتقضى البحر ما بتعملش حاجة الانسان بيستجم لو بيروح البحر عشان فعلا بيحس بالمية والجزء ده من الطبيعة فده بيحسسه براحة نفسية نفس الحكاية لما واحد بيروح الصحراء او بيروح الجبال او بيروح الكلام يعني حتى لو بصينا في التاريخ هنلاقي ان الروصل والانبية من مئات والاف السنين كانوا بيروحوا الاماكن دي عشان يتعبدوا وفيه خصوصية او طاقة ايجابية موجودة في الاماكن دي ومهم جدا ان احنا نروح سواء بقى سياحة خارجية ناس تيجي من بره انها تيجي مصر لكن احنا كمصريين المفروض ان بناخد جزء من حياتنا حتى لو يوم او كلام من دا ان احنا نروح يعني نعمل التواصل ده ما بيننا وبين الطبيعة انت تغيرت يعني عمر سامرة قبل ما ياخد المجال ده بقى غير بعد كده هي طبعا المغامرة او التحديات اللي بالشاكل ده علمتني حاجات كتير جدا لان لما واحد مثلا بيطلع جبل سواء مثلا يعني افرست لكان خمسة وستين يوم فيه جبال بتطلع في يوم واثنين وثلاثة مهما كان المدة الزمنية او الصعوبة الانسان بيعدي في مراحل كتيرة جدا بيحس ساعات بالخوف بالقلم بالجوع بالوحدة بيبالازم يشتغل مع الفريق بتاعه عشان يوصل لهدف معين نتابع صورتك باتي على الشاشة وطبعا انت شاي العالم مصري يعني برضو الاحساس احساك الشخصي انك انت بتعمل حاجة اه لنفسك لكن برضو عايز تقول انا بعمل برضو البلدي طبعا دي حاجة كانت موجودة من الاول خالص وفضلت معايا يعني هو دايما اي حلم زي ما قلت حررتك بيبتدي الاول برغبة شخصية ان واحد يثبت حاجة لنفسه وبعد كده بيبقى حاجة اكبر منه اللي هي كانت عاوزة اعمل حاجة لمصر وبعد كده حسيت انه هو ممكن من اللي انا بعمله ده ممكن ان اقدر يبقى فيه استفادة على شق اكبر من كده من هنا جات الشغلي في مجال سياحة المغامرة ده اللي هو الشغلي يعني الشارك اللي انا بشتغل فيها وحاجات تانية بشتغل بيها ومن هنا جيه برضو انت دراستك اصلا بعيدة عن كل الكلام ده صح؟ هي تعتبر بعيدة وقريبة من ناحية تانية يعني انا دراست اقتصاد في الجامعة امريكية وبعد كده عملت ماجستير في لندن ماجستير في ادارة الاعمال بس اعتقد ان انا بشتغل يعني عشان عندي كذا بيزنس وكده فاعتقد ان قدرت اشتغل بمجال ادارة الاعمال بس هو طبعا في الشقة تانية خالص غير البنوك والاستثمار اللي هو اللي انا كنت اشتغلت فيه يمكن اول عشر سنين من حياتي عملية عمر وانت بتعددلي الاماكن الجميلة اللي موجودة عندنا في بلدنا واللي ممكن استغلالها احنا كسياحة داخلية او حتى عرب اجانب سياحة المغامرات او الرحلات احنا عندنا مشكلة مش عارفين نسوق لنفسنا كويس يعني الشغل اللي بتعمله كده بشكل فردي شركتك وكده لكن ان الدولة واخدى الموضوع ده باهتمام انت شايفه ازاي هو ان السياحة المغامرة الموجودة في مصر من زمن طويل يعني قبل ما احنا نبتدي كان فيه ناس قائمين على ده وفيه مجموعة صغيرة المشكلة هي ان التركيز من ناحية الدولة او مستراتيجية بتاعت يعني سواء وزارة السياحة او الاليات اللي حوالين مجال السياحة في مصر مركزة دايما على السياحة التقليدية في حين ان على المستوى العالمي السياحة المستدامة الشاطئية والأسر او السياحة المغامرة بتنمو بمعدل اكتر من 10% والسياحة التقليدية بتنمو بمعدل 2-3% فمفروض نعمل ده وده وده بيخاطب فئة من الناس وده بيخاطب فئة من الناس الفكرة دلوقتي او يمكن التطور للسياحة ان الناس مش عاوزة تروح تعمل يعني مصطلح سايت سينج ان واحد بيروح يشوف حاجة ودلوقتي الناس عاوزة تعمل بيسموه سايت دوينج اللي هو عاوز يروح يشوف حاجة بس هو يعمل حاجة بنفسه يعني يروح يمشي يطلع جبل يركب قارب يعني يبقى فيه حاجة اكتب في الموضوع ان هو كده يعني فيه شق كبير جدا من السياح لو قدرنا نخلق نوع ده من السياحة يقبله جدا على مصر انها فعلا فيها موادد كويسة او اماكن كويسة جدا لحاجة زي كده بس اكيد فيه مواصفات للشخص اللي يعمل الكلام ده كله يعني فيه نسبة مخاطر انت برضو بتجازف بحياتك ممكن لا قدر الله يتحصل اي مشكلة فتبقى مشكلة يا طبعا فيه حاجتين في الموضوع ده على الشق اللي هو اللي انا بعمله انا بعمل حاجات يمكن بدرجة كبيرة من الصعوبة بس ده اجي بعد سنين كثيرة جدا من الاستعداد والتمرين وكل الكلام ده مش هقول انه هو فيه مجازفة بالعكس او كل حاجة مدروسة لمدة شهور واسنين اي مغامرة من انا بعملهم دي بتدرس كويس جدا لحد ما ننبس بت ايه يعني تبقى اين هو الدراسة ايه بتحديد ده بقى ازاي بشوف انا حاضر في المكان اللي هو ده حبا يعني في افرس مثلا عادت 65 يوم لازم ادرس فسيولوجية الجسم ازاي حتتأثر بنقص ضغط الهواء والاكسوجين اللي موجود في المكان فيه تمرين تجهيز من ناحية البدنية من ناحية النفسية اللي هي متعلقة بالرحلة دي برضو لها تخطيط كبير جدا من قدر ننزل معدل الخطورة لنسبة قليلة جدا قدر اقول ان هي اقل يمكن عشر عشر ضعف من من نسبة الحوادث اللي بتحصل مثلا في الشوارع في مصر على الطرق السريع اقل بكم نسبة؟ بعشر عشر ضعف يعني نتكلم ان فين وفين لما بيحصل يعني كل كذا سنة ممكن يحصل حادث لكن انا كل يوم او التاني سألك مثلا ايه يحصل لا انا لك زلزال مش عارفة التلج يحصل المهيار الحاجات اللي بشوفه في الافلام يا بس دي حاجات دي يعني مبالغ فيها في الافلام لكن لكن مثلا على الطريق الدائري كل يوم في حادثة دي من ناحية من ناحية تانية الشغل اللي في السياحة اللي في المجال ده مالوش علاقة باللي انا بعمله هو ليه علاقة بان هو بناخد اشكال مبسطة جدا من المغامرة عندنا الناس اللي بتسافر معنا من اول سن ست سنين لحد سن ستين سنة وبقى انا نشغالين ست سنين في الموضوع ده ومن غير اي يعني من غير اي مشكلة او اي حاجة زي كده احنا بناخد امكان احنا كمسورين عشان مش بنحتاج كتير بالطبيعة بنفاكرين ان لو واحد لما يروح للطبيعة بخايف من كل حاجة بالعكس هو الواحد مفهوض يبقى في وسط الطبيعة يبحاس بأمان اكتر ما هو في المدينة وانا اطلع السحراء يطلع لتعبان يطلع لي عقرب ما خليني اعدى في بيتي كده وتماني هي الفكرة ان الحاجات دي اصلا ما بتقباش احاوزة تطلع لحد اصلا ان هي بتبقى اصلا خايفة مننا اكتر ما احنا هفيه من بس الحاجات دي مش موجودة بكسرة يعني لو واحد نزل راح السحراء وحب يدور على تعبان ممكن يقعد اسبوعين لو لا يعني ان هو يلاقي حاجة زي كده يعني يمكن هو برضو اللي بيحب حاجة انا يخافش يعني خلاص انا عايز ده فهعمله بس هي مش كده هي زي ما بقول حضرتك هي السياحة المغامرة او السياحة الطبيعية او السياحة المستدامة اللي هي فيها المنت يعني بتاع الطبيعة كتير دي بيعملها يعني برة وحتى في الدول العربية الصورة دي في اين عمر الصورة دي في كينيا ده على جبل جبل كينيا لو ايه يعتبر تاني على جبل في افريقيا كل جبل اكيد ليه طبيعته وليه مخطره او ليه مثلا حساباته الخاصة بيه لو تستعرض لي كده كل جبل وتعاملت معه ازاي والجبل اللي كنت شايل همه قوي اللي كان مسألة صعبة طبعا هوي التحدي القمم السبع يعني من الحاجات اللي بتخلي التحدي ده صعب انه هما سبع جبال في سبع قرات في العالم من اول قرر مجمدة اللي في انتارتكال اللي قطبش الجنوبي الى حاجة زي افريست اللي كلام من ده ففيه جبال بطبيعتها بتبقى جبال صخرية وبتبقى وعرى جدا فبيبقى لها يعني تكنيك معين انها تطلع بيها وبتبقى فوصة مثلا ادغال وحاجات زي كده فلازم باخد خمسة ايام ست ايام عشان اوصل اصلا لصفح الجبل عشان اطلعه فيه جبال تانية زي افريست زي ما قلت حرارك بتاخد مدة طويلة جدا ممكن حوالي خمسة وستين يوم قوة الرياح ممكن تصل لمية كيلو في الساعة درجات الحرارة أقل من ناس خمسين تحت السفر وغيرها من المخاطر اللي ممكن تحصل فكل واحد ليه طابع وكل واحد ليه طريقة التدريب والتجهيز ليه وبتاخد بكلم في شهور واسنين مش ايام يعني الاستعداد للحاجات اللي زي كده عشان واحد يعملها بأمان فدلاتي بأعمل الموضوع ده بقالي 20 سنة والحمد لله يعني ما حصليش اي اصابات ولا اي حوارس فده بيبنافج عن الدراسة والاستعداد اللي قبل الموضوع وبعارف وانا على الجبل نفسه لو حصل اي اي حاجة تغيارت حسيت انها ممكن نسبة المجاسفة تزيد عن اللي انا مسموح به برجع على طول مش بحاول ان انا كمل لان في الاخر خالص الطبيعة اقوى مننا بكتير احنا بنروح المكان ده عشان يمكن الجبل هو اللي يسمح لنا ان احنا نوصل لقمة الجبل لكن لو في عصفة او لو في حاجة زي كده بيبواحد عارف ان هو خلاص ممكن يرجع وقت تاني لان الجبل هلو التعبير انت استخدمته ان الجبل يسمح لنا يعني انا بحس حساف كلامك كده انه لا انت متواصل مع الطبيعة كأنه في حوار او مشاعر متبادلة كده حاجة زي كده صحيح؟ المواحد يعني بيقضي وقت كتير في الطبيعة بيحس في ده يمكن حتى لو بصينا في يمكن في الديانات السماوية وكده بيتكلموا عن نسميهم جماد اللي هو الجبال والحاجات اللي زي كده بيتكلموا عن يوم ان هما زي ما يكونوا كائنات بتفكر او لها روح او كلام من ده لان احنا كلنا يعني كلنا واحد سواء بقى حيوانات او بشر او الطبيعة اللي حواري يوم القيامة كل ده هيتكلم ينفع قولك بعيد عن الحسابات والحاجات العملية فيه كابل كده انت حبيته هو طبعا هو يعني جبل افرست بالنسبة لي لي خصوصية كبيرة جدا في حياتي لان انا الظرف النفسي بقى ان انا كنت عني 16 سنة لما حينت ان انا طلع وثلاثة وعني 28 سنة وتخطيت عقابات كتيرة جدا عشان اقدر اوصله فحتى ساعات ببصها لحياتي اللي هو قبل افرست وما بعد افرست لانها غيرت حياتي كتير جدا لان انا بعد كنت قتاع عيش في انجلترا وعملت ماجستير في انجلترا وكنت بقى اشتغل في انجلترا بقى 7-8 سنين وكان عندي شغل انا مستنياني بعد افرست ان انا ارجع اشتغل في لندن رجعت قعدت شهرين كنت مريح فيهم يعني قبل ما بديدي الشغل في الشهرين دور قررت ان انا حفظ القاعد في مصر عشان القصة اللي قلتها لحضرتك انا بتاليت اروح للمدارس والجماعات وحسيت ان فعلا يعني وقتي ان انا كون هنا حاول ان انا اه ابدو المجهود في الموضوع ده فيمكن افرست هو اللي اداني الفرصة دي او المنصة اللي انا قدر اتكلم منها وفعلا ممكن حد يسمع لي ودي مسؤولية بالنسبالي فعشان كده بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا استخدمها بشكل كويس وحاول ان انا اشتغل مع اكبر كمية من المغامرين او الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده ان احنا نقدر برضو نوصل يعني افكار مختلفة رحت كم مدرسة وكم جامعة ويعني الدولة سعادتك يعني وزارة تربية والتعليم التعليم العالي يعني فيه تنسيق فيه شغل ممكن يحصل انا عملت اكتر من 100 محاضرة يمكن في خلال ال 8 سنين اللي فاتت وعندي مخطط ان من اول السنة الدراسية اللي جاي هعمل 100 محاضرة تانية في 100 مدرسة حوالين 22 محافظة في مصر وفيه المشروع ده ليه ليه جوانب تانية وحاجة غير المحاضرات التحفيزية يمكن قليات الدولة ماكنتش بتساعد قوي في الفترة اللي فاتت يعني لكن عندي امل ان انا في المشروع اللي جاي اللي بقوله حضرتك عليه اللي هو في السنة الدراسية اللي جاي ان اقدر اعمل تنسيق مع مع يعني زي وزارة الشباب او وزارة التربية والتعليم لان الموضوع ده يعني مهم جدا بالنسبة للحاكتين دول لكن عمتا فيه تعاون مع زي الامم بشتغل مع الامم المتحدة في يعني في المشروع ده وجماعيات برضو مختلفة في مصر يعني طيب خليها نقف عند النقطة دي عشان عارفة ان فيه شغل وفيه مشاريع وحاجات بتجهز لها اعرف تفاصيلها منك بعد الفاصل استمرين مع حضراتكم برحب حضراتكم معانا مرة تانية جدي طبعا ترحيب ببيضفنا اللي نزل من فوق قمم الجبال وموجود معانا هنا في السوديو الحياة اليوم اللي رحالة المغامر عمر سمرة اهلا وسهلا بك معانا مرة تانية يا عمر الحمد لله الحمد لله كنا بنتكلم بقى على المشاريع اللي انت بتجهزها عارفنا اه انك شغال كويس قوي مع الشباب في المدارس في الجامعات قبس فيهم روح المغامرة كده والتحدي ومحتاجين برضو الدولة تدعم هذه المسألة وقلتلي ان وزارة الشباب هتقوم بالدور ده يعني في الفترة اللي جاية عرفت برضو انك مجهز حاجة لزاوي الاحتياجات الخاصة ايه هي؟ وحنا نتمنى ان هم يقوموا بالدور ده في الفترة اللي جاية بس هو لسه ما فيش اتفاق يعني يا رب بس بالنسبة لزاوي الاحتياجات الخاصة زي ما كنت بقولك قبل ما نصور ان اخواتي الاثنين معاقين زهنيين ومخوتي الكبار والدتي بتشتغل في المجال ده بقالها اكتر من 30 سنة عندها اساسة جامعية اهلية اسمها جامعية الحق في الحياة تمام حتى انا كنت بشتغل شغل تطوعي وانا صغير في الجامعية دي حتى وانا بعد المدرسة وكلام من ده وطبعا عشان اخواتي بالنسبة لي يمكن القضية دي بالنسبة لي يعني مهمة جدا فلما اسست لما بعت عن مجال البنوك وبتايت اساس شركتي وبتايت اشتغل في مجال السياحة فكرت ازاي ممكن استخدم الشغل اللي انا بعمله ده ان انا اسلطت الضوء على القضية دي ان فيه ممكن من واحد من كل عشرة مصورين عندهم نوع معين من العاقة ودي يمكن محتاجين ان احنا نفكر فيها اكتر شوية فعملنا رحلة رحلة دي كانت هدف منها تصلق قمة جبل كليمنجارو اللي هو على جبل في افريقيا واستخدمنا الحدث ده اللي هو اخدنا 25 واحد من دول العربية مختلفة وكان يعني اغلب الموجودين من مصر ان انا هنطلع قمة الجبل دي ونستخدم الحدث ده ان احنا نسلط الضوء على قضية العاقة في مصر وزاوي الاحتراجات الخاصة ونجمع التبرعات الجامعية من خلال الموضوع ده فكان كل متصلق كان عنده هدف ان هو يجمع مجموعة من التبرعات وقدرنا فعلا ان احنا نتم ده بشكل كويس نعملها بشكل دوري كل سنة وده ممكن هنعملها السنة دي برضو تبقى السنة الخامسة دي ان شاء الله عارف يا عمر انت بترد على سؤال انا كنت هسأله لك بخصوص ان البعض ممكن يشوف اللي بتعمله او غيره ايه وهتلع قمة من جبالك ان ده نوع من الرفاهية قوي ويعني ايه اهميته لا انت من وراء حاجة كويسة ان البني ادم نفس ما قلت كده يتواصل مع الطبيعة ويثبت حاجة لنفسه اللي حواليه وفي نفس الوقت توظف ده لصالح مشاريع زي اللي بتتكلم فيها دلوقتي مزبوطي يعني فيه طرق مختلفة كتير جدا يعني ان واحد يقدر يستخدم المجال اللي انا بتكلم عليه اللي هو ممكن يبان لناس ان هو زي ما حردك قلت رفاهية او كلام من ده لابعاد كتير جدا يعني على المستوى الشخصي بالنسبة لي كان لقى ابعاد كتير جدا انا تعلمت حاجات كتير جدا يعني ممكن اكتر ما تعلمتها في الدراسة سواء بقى في الماجستيري او في الجامعة هنا في مصر او حتى في شغلي او انا اشتغلت في لندن وفي هونجونج تعلمت الدروس اللي انا تعلمتها في الطبيعة على الارض في المغامرات دي وانا بمتحن نفسيا وبدنيا وجسديا يعني كل ده اداني دروس كتير جدا مهمة جدا ساعدتني في حياتي عامة فدي حاجة مهمة ممكن اي حد يكتسبها وتفيده في حياته بس بغير كده انا شايف ان لها ابعاد تانية انها تفيد المجتمع على وجهة اكبر شوية ايه اخبار بقى الفضاء الخارجي معك الفضاء الخارجي دي يعني الرحلة دي اصلا حلم وصولي او ان انا اطلع الفضاء الخارجي ده حلم يمكن من قبل ما افكر انا اطلع جبال في حياتي كنت صغير جدا وقتها يمكن زي اطفال كتيرة جدا في سنة العشرة والحداشرة سنة رؤية فضاء بقى وكده اه برؤية فضاء وكده لكن كمصورين طبعا ما عندناش وكالة فضاء فالموضوع ده صعب جدا بالنسبة لنا الا ان في السنوات اللي فاتت اللي يمكن الخمس سنين اللي فاتت مجال الفضاء الفتح جدا انه هو المبقاش قاصر بس على الوكالات الفضاء اللي هي بتاعت الدول انما في شركات خاصة بتاعت تشتغل في المجال ده وفي على وجه التحديد تلات شركات عالمية شغالة في المجال ده انها تبتدي في المستقبل انها تاخد افراد طبيعية جدا زي وزيك وكده انه هما يطلع الفضاء زي ما في 1920 لما كان حد بيقول يا جماعة في يوم من الايام هتبقى كل الناس بتركب طيرات وبتلف العالم بالطيرات بسهولة كان الناس بتبص على الناس دي تقول انه هما مجانين النهاردة هما بيقولوا انه في عدة سنين مش سنين كتيرة هتبقى الناس هتبقى بتقدر انها تتنقل من حتى الحتى على الكرة ارضية من خلال الفضاء فممكن بدلا ما واحد يروح من امريكا لاستراليا في 20 سنة ساعة ممكن يروح في 3 ساعات طبعا ليه ابعاد تانية للمجموعة الشمسية بتاعتنا في مصري وقع عليه الاختيار ده اللي هو هيسافر المريخ تذكرت بها بالعودة اه هو ده من المريخ كان مشرفنا هنا في الحال يوم وكان تعليقات الناس برضو قالك انت سايب الارض ورايح المريخ ومش هترجع تاني يعني مع الاسف ده قصر نظر لان لو حد بص حتى على تويتر اكاون بتاع الشيخ محمد حاكم دبي هتلاقي انه هم من اسبوعين 3 اعلن على بداية وكالة فضاء للامارات وانه هم عندهم نية انه هم في خلال 10 سنين اللي جاية انه هم يوصلوا يبقى اول دولة عربية توصل للمريخ الموضوع ده ايما هم تروح المريخ وترجع ميش بغض النظر هي تروح وما تعيش هناك يعني هم اربع افراد والاربع افراد دول بيعملوا حاجة للبشرية كلها يعني الناس في الحاجة ما تعرفهاش ان الكرة الارضية بشكلها الحالي بالطريقة اللي احنا بنتعامل بيها معها يمكن ممكن انها تقعد 100-200 سنة وبعد كده كلها هتنتهي فدلوقتي في ناس كثيرة جدا مهمة جدا في العالم بتفكر في بعد كده في ايه كوكب بديل يحمله طبعا نفكر في الارض الاول بس لازم يكون في حاجات تانية الواحد زي محمد السلام اللي هو بفكر ان ان شاء الله يقع عليه الاختيار انه هو برغم انه هو صديقي وبحبه بس يعني ان شاء الله يقع عليه الاختيار ويروح المريخ يعني ده هو حلم لي ده هو بيعمل لنا كلنا بيعمل البشرية كلها انت عايز تعمل حاجة زي كده؟ انا شخصيا ما عنديش نية ان انا نعمل حاجة زي كده انا هطلع الفضاء فعلا لكن هي رحلة زهاب وعودة ورحلة قصيرة جدا يعني في يوم واحد هو وصوله لمريخ ممكن ياخد اكتر من 400 يوم طب ايه اللي هتعمله بقى اللي هو الفترة قصيرة وهتروح فين؟ انا مش رايح كوكب او رايح اي حاجة كده ان رايح الفضاء انا طلع في خط اسمه خط الكارمن لاين ده على ارتفاع 100 كيلو عشان الواحد يعني عنده لقب ان هو يكون رائد فضاء لازم يعدي 100 كيلو فوق سطح البحر احنا هنوصل لحد 100 3 كيلو وحندخل منطقة اللي هي جاذبية وبعد كده هنبتدي نعمل رحلة العودة الى كوكب الارض الرحلة دي رحلة فريدة من نوحها لان مفيش مركب بالشكل دي قدرت انها توصل للفضاء يعني دايما كانت طلوع الفضاء يعني بتيبع رحلات بتكلف مئات الملايين من الدولارات او البلايين من الدولارات والمركب بعد ما بتوصل لا ينفعش انها تستخدم تاني او بتاخد سنين وملايين تانية عشان يعاد استخدامها تاني عمر اللي بتقوله ده ممكن البعض يقولك اللي بيعمل الكلام ده دول شباب مجانين اا ما عندوش مثلا اللي عايز يستقر ولا يعود ويبقى وظيفة سبتة وشغلانة كده وربنا دي يعمل بيت واسرة وعيال والحاجات دي كلها يعني ترد باي او ده فعلا بياخد من وقتك من حياتك عندنا تساهم ان او واحد ممكن يبقى فيه شوية اللي بيستقره وشوية اللي بيجسفه وشوية اللي بينزله وشوية اللي بيطلعه ما فيش مشكلة يعني ممكن يبقى انواع مختلفة للناس بس انا شخصيا يعني بشوف الطريقة اللي انا بعيش بها حياتي بشوف انها طبيعية جدا لان انا بالنسبالي انا على قرى الارضية وحياتي للسنين معدودة انا عاوز ان انا اقدر ان انا في نهاية حياتي ابي عارف ان انا عملت كل حاجة اقدر عليها وزقيت نفسي لابعد ما اقدره عارف ان انا يعرفت فين امكانياتي فين وكلام من ده فيه ناس كتيرة جدا للأسف بتعيش حياتها كلها وعمرها ما بتكتشف هي ممكن تقدر تعمل ايه الانسان عنده مقدرة كبيرة جدا ومواهب كتير جدا وقدرات كتيرة جدا لو حاول ان هو يكتشفها لو حاول ان هو يزوق نفسه ويخرج عن الحياة النماطية حيلاقي ان هو ممكن عنده يعني فوق ما هو يتخيل فانا بادعو كل الناس انها تعمل ده مش لازم انها طبعا تطلع جبال وتروح الفضاء وكلام من ده بس في مجالها او في حاجة هم بيحلاموا بيها بتقابل دول حواليك صح؟ اللي هما؟ بتقابل من الشباب دول اللي بيكلموك بنفس اللي انا كنت بقول لك من شوية اللي هو ايه؟ مش الشباب اكثر من يعني يمكن اكثر يعني يمكن الاجيال تانية لكن الشباب يعني اللي هما دلوقتي مثلا في نص سني او كلام من ده مش بيتكلموا كده عندهم يعني او الاغلبية العظمى عندهم في حاجز اتكسر يعني يمكن معرفش ده كان نتيجة الصورة او نتيجة يعني الاجواء اللي مصر عاشتها في انتها تربع سنين اللي فاتت بس في يعني طبعا في يعني احنا في حياة صعبة وفي ضغوط وكلامين ده لكن لحد ما حاسين اكتر من زمان ان احنا ممكن نوصل لان ما فيش سقف للحلم ان احنا ممكن نحقق حاجات زي كده اتمنى ان انا بعمله سواء مثلا محمد سلام وفي غيرهم المغامرين والمصرين بيحاولوا ان هما يزقوا نطاق الممكن احنا كبشر نوصل لحد فين ونعمل ايه يعني يقدروا ان هما يعني نكون نقدر ان احنا نلعب دور في ان احنا ندي يعني حافز اكبر كمية من الشباب ان هما كمان يقدروا ان هما حققوا انجازات سواء بقى مجال على يعني على شغلهم في دراستهم في اي مجال ايا كان يعني بجد انا مبسوطة قوي بالكلام اللي انت بتقوله بنتكلم الكلام ده في وقت ممكن نلاقي شاب وبنسمع الكلام ده وبنشوفه متمسك قوي وبيدور على وظيفة ميري مش عايز يخاطر او يغامر شغلنا في قطاع خاص او يعمل اي حاجة مختلفة في حياته المهم انه يتحرك بس خطوة للامام ما يفضلش واقف مكانه فنتمنى الروح الايجابية والطاقة يعني انا حساها منك ومن خلال كلامك وشغلك ده يتنقل لنا كلنا محتاجين ده فعلا انه كلها نتحرك كلها نعمل حاجة لنفسنا والبلدنا بجد بشكرك يا عمر ربنا يوفقك واللي جاي فين الفضاء اللي جاي كفاء وان شاء الله بنتي صغيرة عندها سنتين فقضي بقى معها وقت اكتر وكده ويمكن بقى 2017 انا عمل حاجة تاني هنستنىك تروح وترجع بالسلامة ان شاء الله وانتابع معاكم ربنا يوفقك في كل حاجة بإذن الله تعالى شكرا جزيلا فاشكركم بكرة ان شاء الله يوم جديد في الحياة اليوم نرجع تاني على الارض وانتابع اهم الأخبار اشوفكم بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة